يبدو أن السماء قررت أن تفاجئنا كل يوم فبعد ظهور أضواء غريبة في سماء ليبيا عقب رحيل العاصفة دانيال وبعد ظهور أضواء غير مفهومة في سماء الولايات المتحدة وتم رصد عدة أشكال لها ها هو قوس غريب الشكل يظهر في سماء جرينلند تلك الجزر التي تتميز بدرجات الحرارة المنخفضة وانتشار الجليل فما حكاية هذا القوس الذي رصدته الأقمار الصناعية ولماذا ظهر في السماء بهذا الشكل؟ ستظل السماء تدهشنا بكل ما هو غريب فيها ويبدو أن ما يحدث في تغييرات وظهور علامات غريبة بدأ يحدث بشكل كبير للغاية وفي عدة دول ووصل الأمر إلى البلاد الباردة فقد ظهر قوس غريب في السماء على المضيق البحري في غرب جرينلند حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية القوسة الذي بدى شكله مكونا من عدة ألوان ويبدو بوضوح كقوس في السماء ودائما ما تتنثر في المضائق المحيطة بجرينلند قطع جليدية لها زوايا متساقطة من الأنهار الجليدية العديدة الموجودة في تلك الجزيرة وحاول العلماء تفسير تلك الظاهرة الغريبة غير المفهومة وتوصلوا إلى أن القوسة هو نتيجة لجبل جليدي كبير انفصل عن مقدمة النهر الجليدي مما تسبب في تلك الظاهرة حيث أن انكسار جبل جليدي سواء كان فوق سطح الماء أو تحت قد يؤدي إلى إزاحة الماء وذلك قد يؤدي بدوره إلى خلق موجة تظهر في السماء بذلك الشكل العجيب وقامت الأقمار الصناعية بتوثيق ذلك الشكل الذي ظهر في صورة عجيبة ومذهلة أثرت الحيرة لفترة من الوقت وهناك ظاهرة أخرى قد تؤدي إلى إزاحة المياه في المضائق المحيطة بجرينلند وقد تتسبب في ظهور تلك الموجات العجيبة فوفقاً للعلماء من الممكن أن يكون هناك ماء يدفع الجليد بعيداً عن الوجه الجليدي الناجم عن عمود تحت الماء وهذا معناه أن المياه العذبة الذائبة من أسفل النهر الجليدي التي تدخل مياه المضيق البحري المالحة سوف ترتفع في صورة عمود وذلك سيؤدي إلى إزاحة المياه المحيطة بها والغريب أنه بعد فترة من الوقت تبدد القوس الغريب وأعاد المضيق البحري إلى مظهره مرة أخرى وكانت دراسة حديثة أظهرت أن جزءاً كبيراً من جرينلند كان عبارة عن مناظر طبيعية وكان لا يوجد بها جليد وأنها كانت مغطى بالأشجار في العصر الجيولوجي الماضي وفقاً لأبحاث عديدة فإن الغطاء الجليدي في جرينلند تكون في المليونين ونصف مليون سنة الماضية وقد تسبب ذوبان جرينلند في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار خمسة أقدام على الأقل ترجمة نانسي قنقر